ذكر جملة من النقاط هي مهمة وانتظر تعليقك بشأن أولا هذا اتفاق يبدو أن الشعب السوداني يريده أن يستمر قليلا من أجل أن ينقذ البلاد من مشاكل اقتصادية بدأت تظهر وتتفاقم لكن لا بد من أن يكون هناك جهد قانوني من أجل تجريم من قام بفضل الاعتصام نعم صحيح الشعب السوداني ضاق مرارة حكم العسكر أكثر من 30 عاما ويعرف أن العسكر الموجودين حاليا الآن ممثلين بالانقلاب العسكري هم السرطان وهذا السرطان خاصة لقوى أعلان حرية والتغيير لابد من الاقتراب منه واشتفافها عن قرب أما ان تركوه هكذا فهو سيدمر الجسد الشعب السوداني يتحدث عن خلافات داخل قوى الحرية والتغيير ربما تعيق تشكيل الحكومة وربما عدالك تضعفها في الفترة الانتقالية التي طويلة حقيقة ثلاث سنوات المجلس العسكري منذ فترة طويلة وهو قد داب على زرع شرخ داخل قوى أعلان الحرية والتغيير هناك أحزاب نعرفها موقفها متفاوت من الاتفاق ومن التعامل مع الانقلاب العسكري ألا يمكن أن يكون هنا خلاف قل هو من عند أنفسكم يعني لماذا نضع كل مشاكلنا على العسكرة أليست قوى الحرية والتغيير عندها مشكلات في صناعة التوافق سواء بينها أو مع القوى خارج قوى الحرية والتغيير يا أخي صلاح هذه ثورة ثورة عالم ثورة كبيرة والخلافات فيها ظاهرة صحية والخلافات موجودة ويلبد أن تكون موجودة هناك خلافات نعم نعرف أن هناك خلافات لكن في النهاية هناك أيضا خلافات داخل المؤسسة العسكرية شرفاء الجيش السوداني غير راضيين عن هذه الطغمة العسكرية التي تتحكم الآن في مصير البلاد طب إذا كان لك من رسالة أخيرة لقول حرية والتغيير ماذا تقول في جملة؟ شيروا على بركة الله تمسكوا بهذا الاتفاق إلى أن تصلوا إلى شاطئ الأمن والأمان التفوا وعودوا إلى قواعدكم الشعبية وراهنوا على الشعب السوداني ولا تراهنوا لا أحد